فعلا الأفكار كتير والمشاريع كتير وممكن قوي الواحد يعني بمبلغ صغير يعمل مشروع ويبقى بيكسب منه ومش بس هو اللي يكسب ده كمان ممكن انه يبقى بيفتح بيوت لناس تانية فمهم قوي الحقيقة انه الواحد يعني يبقى عنده الامل وعنده الطموح انه يقدر يحقق نفسه وانه يحققه حلقتنا النهار ده زي ما قلت بنتكلم عن اهمية انه الشباب يبقى بيشوف بنفسه وبنفسه المشروعات اللي بتحصل في بلده المشروعات القومية اماكنها مش مجهولة الحقيقة يعني اللي عايز يروح ويشوف بيروح فالشباب اللي معنا قرروا انهم يعملوا الفكرة دي ويبقوا بيزوروا الاماكن اللي بنسمع عنها كتير وخاصة يعني عملوا زيارة متكررة لقناة السويس عشان يبقوا بيشوفوا التطورات اللي بتحصل في قناة السويس كمان مع الشباب الحقيقة في احد الوقات اللي بيساعدهم في التعرف على التاريخ الخاص بهذه المناطق معانا اللواء دكتور محمد حسن كاتب ومؤرخ اهلا بحضرتك معانا فانتم ومعانا من الشباب دكتور ايمان محمد بحثت دكتوراه بكلية الزراعة جامعة دمنهور وعضو اتلاف شباب بيلف مصر اهلا وسهلا ومحمد سمير بكالوريوز تجارة ومنسق اتلاف شباب بيلف مصر اهلا وسهلا وعلاق محمد طناني شاعر وايضا عضو في الاتلاف اهلا وسهلا طيب انا عايزة ابتدي بس بفكرة عشان نعرف الناس ايه هو الاتلاف فتاي حالك ممكن تكلمنا عنه تقولينا ايه هو اتلاف شباب بيلف مصر اتلاف شباب بيلف مصر هي فكرة انه بعد تعتبر من سيادة اللواء محمد السول لانه هو طبعا عنده خلفية عسكرية واجات الفكرة بعد تولي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنصد وابتدت المشروعات الاقتصادية طبعا في الفتح في البلد ابتدينا احنا كشباب عوزين نعرف ايه هي المشاريع اللي ابتدى يعملها الرئيس طبعا كان فيه تشكيك في المشاريع في الاول وبدأ طبعا بقناة السويس وكان فيه مشككين يامل الموضوع فاحنا كشباب كان سيادة اللواء كان معانا في البداية قال لنا احنا لازم نعمل زيارة لقناة السويس فاخدنا بعدنا وروحنا كمجموعة اخدنا اتوبيس وراحنا القناة وشوفنا اللي بيحصى على الواقع انحنا روحنا وهي لسه صحرا يعني روحنا كتراملة لسه كان لسه بقى سبوع بس على التلشين واقل كمان من سبوع روحنا وشوفنا ايه اللي بيعملوه على الواقع هناك لقينا بصراحة حاجة مايتخيالهاش باشا بصراحة اخدنا بعدنا وابتدينا الزيارة تانية بعد شهر روحنا بعد شهر لقينا اتعمل حاجة تانية غير اللي احنا كنا فيها من شهر غير الاول يعني ممكن مراحل ما تتعملش في السنين ابتدت الزيارة بتتقرق وروحنا ممكن احنا اكتر جروب في مصر كلها روحنا كناة السويس روحنا حوالي 11 مرة بمعدة كل شهر مرة اه والله وطبعا كانت بقى معنا جروبات اه من جميع مش من البحيرة بس من جميع المناطق وابتدت الفكرة بقى معنا اللي احنا فيه مشاريع بعد كده اتعمال التاني فيه العاصمة الادارية الجديدة فيه العالمين الجديدة فيه المناطق يبتدت تروح مدينة العساس فودوميات ابتدينا بقى ان كل شهرين تلاتة كده نبتد نعمل زيارة المكانية وكانت دي الفكرة بتاعي تانية عنداتكوا ايه تقريبات لا احنا الجروب بتاعنا تقطع حوالي تلات تلات بس لما منيجي نطلع طبعا ما بيبقى شهر جروب كل يعني ما منيجي نطلع من اختار فاعة معي والفاعة التانية اللي عايزة تطلع تطلع مشروع تانية تطلع حاجة تانية اه تمام طيب دكتور سيادة اللي هو انا عايزة برضو اسأل حضرتك ايه ايه فكة او اهمية قناة السويس التاريخية ده سؤال ممكن الناس تكونش تعرف اهمية قناة السويس التاريخية من ناحية التاريخية طبعا ما هادش يقدر ينكر ان قناة السويس اللي اتحفرت باكساد المصريين بالصخرة والقصة ديليسيب سوك والقصة دي كانت شريان حياة للعالم كله وفعلا من افضل المشروعات العالمية مشروع قناة السويس اللي بيربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر كان فيه مشكلة هنا يعني انا اشتاه اشتاه تجربة عالواقع وهي التأخير في الناقلات والمراكب اللي بتعدي من القناة لانه اتساع القناة ما بياخدش مركبين رايح جاي لا فيه زي باركن في النص بتيجي حاجة اسمها قافلة الشمال تطلع من بورصعيد وتيجي عند منطقة البحيرات وتخش الباركن تقوم تتحرك تكون تحركت قافلة الجنوب وتمشي دغري على طول كان بتضيع من ساعتين لتلات ساعات في الوقف دي ما حدش يقدر ينكر يعني كان تفكير من بداية تفكير الرئيس السيسي انه يعمل موضوع الانتظار ده يلغيه هتوفر لنا زمن وفلوس وبالاضافة ايه لبقى احنا عندنا العمق بتاع قناة السويس والاتساع بياخد بعض المراكب او مراكب معينة الباقي الناقلات العملاقة بتلف حول رأس الرجاء الصالح عشان ما تقدرش تعدي من قناة يبقى يتعمل تفريعة جديدة وهي قناة السويس الجديدة طولها 36 كيلو متر نمرت اتنين عمق تم تعميق عمق القناة الى 40 ادم وده يخلي كل الناقلات العملاقة اي مركب في العالم تعدي من قناة السويس زائد الاتساع يبقى لغينا الانتظار والكلام ده ادي قناة السويس اللي انا باعتبرها عالميا شوفوا احنا مضيق هرمز والمضايق اللي فيها خلافات الا قناة السويس قناة عالمية بتحرك حركة التجارة العالمية بين اوروبا واسيا وافريقيا العالم كله فأنا لما بدأ يمكن انا بتذكر كويس قوي سيادة الريس وهو بيكلم اللي هو كامل الوزير في قادة دي يا كامل قال له ثلاثين قال له سنة واحدة ودي درس انا خدته في كل حياتنا وفي المشاريع اللي بتتم دلوقت وللأسف احنا عندنا محطة سكة حديد بقى لها ثلاث سنين قناة السويس تعملت ده انا بقول للناس كلها دايما ولازم الريس بقى كل حاجة هو اللي يقولها انا اتمنى كل هيئة وكل جهة يكون فيها القرار القوي اللي بيستمده من قائد قوي طيب دكتورة ايمان بما انك واحدة من المشاركين في اتلاف الشباب اللي في مصر وقلت لي كمان انك عضوة متطوعة في المجلس اللي قاوم من المرأة بالبحيرة مقررة الفرع البشمانديسة زكية رشاد وبقيادة الدكتورة مايا مورسين تمام طيب انا عايزة اسألك عن اهمية النوع